سلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا بكم في قناة التعليم منتطل وياريت شير ولايك علشان نضمن استمرار القناة وتشجيع اللي هي علشان اكمل معاكم النهاردة بازن الله هناخد اخر حاجة في اكتشف الترمي التاني وهو بعنوان الصداقة ده بس عبارة عن خمس اجزاء سهلين وبيتكلموا عن حاجة مهمة جدا عن اختار الانترنت دي مهمة تعالوا مع بعض نشوف في البداية هنتكلم فيه اصدقاء سارة معانا قصة كده في البداية بيقولك لدى سارة اصدقاء رائعون وتلعب سارة مع اصدقائيا بالالعاب تعزف سارة الموسيقى مع اصدقائها وتقوم سارة بعمل فني مع الاصدقاء لدى سارة العديد من الاصدقاء ونحن اصدقاء سارة فاكرين اول حاجة خدناها خالص في الترمي لما كانت صارة اتنقلت من مكان اللي هي عايشة فيه لمكان جديد وكانت دايما حاسة بقلق من الانتقال دوا او من الحل الانتقال اللي هي اتنقلته من مكان تايد كان شعورها دايما كان ايه الانة وعندها احراج ان هي التعامل مع اصحابها لما جات تشوفهم بيلعبوا كانت خايفة ازاي هتلعب ازاي هتتصوق كانت شغلها عاجات كتير جدا على مدار الست دروس لقينا ان سارة اتغير شعورها وتحول لمجرد ان هي بقى عندها اصحاب كتير واصحابها دول ساعدوها ان هي تخرج من شعور القلق والديق والخوف والحزن كل شعور كان بيضايقها فتحول شعورها واصبحت سعيدة بسبب وجود اصدقائها في حياتها وبيقولك ان الاصدقاء دول بيحبوا الموسيقى وباللعب واحنا كمان بتحب نلعب زيها بيكلمت كمان عن تدريب عن لغة الاشارة وكنا تكلمنا فيها عن لغة الاشارة في الفصل القبل كده ودي مهمة جدا خصوصا في بعض الاحيان في ناس كتير حالات السمر بيقدروش يعبروا واللي بقاش فاهمين احنا ببقاش فاهمين هما عايزين ايه فهنا بيحفزنا في اكتشف ان احنا نتعلم اللغة ديا كلغة جديدة او كمهارة جديدة بتساعد الناس اللي حوالينا محتاجين انا ان احنا نفهم هما عايزين ايه خصوصا ان المشاعر والاحاسيس دي اللي احنا اتفقنا عليها ان هي لغة من لغة التواصل وانك تعبر عن مشاعرك كمان ممكن بحركات اليد وحركات المشاعر تقدر تفهم الانسان اللي قدامك دا محتاج ايه فيبقى احنا لازم ان احنا نتعلم حركات المشاعر او مشاعر الوجوه دي ان ما نبص الحد في وشه تعرف هو اصده ايه او احساسه ايه وكمان حركة الايدي اللي هي بالاشارة تعالوا ناخد درس كمان اللي هو حل المشكلات مع اصحاب ودي مشكلة كبيرة قوي معظم نواقع فيها اللي هي ايه ان انت ممكن تختلف مع صاحبك او اخوك او قريبك في رأيك او في اللعبة اللي بتلعبه مع بعض بيها ويبدأ الموضوع يقلب لمشكلة وخلاف ونبدأ نتخانق مع بعضنا الاختلاف اصلا بيطلع او سبب الخلاف ان انت ممكن يكون رأيك غير رأيه او وجهة نظرك غير وجهة نظره او انت عايز تعمل اللعبة بطريقة غير اللعبة بطريقة اللي هو عايز يعملها فبيكون رد فعلك بيبقى تكون عصبي وتبدأ مرة واحدة تعمل ايه تتنервز وتزعع او تقول كلمة سيئة او تتعب الكلمة دي الدايق اللي قدامك في الحالة دي احنا مطلوب مننا نعمل حاجة بيعودنا الدرس ده ان احنا لما حد يدايقنا او ينرفزنا نحاول نتعامل معاه بقواعد هي قواعد حل مشكلات الاصدقاء القواعد دي بتخلينا نهدى وما يبقاش رد فعالنا سريع فاندايق اللي قدامنا او حتى لو اللي قدامك هو اللي دايقك وقالك كلام مش كويس فانت تحاول تنتص غضبه وتتعامل معاه بهدوء علشان ما تتنرفزش انت كمان ويبدأ يحصل مشكلة المشكلة تجبر وتزع المنصحابك وده سبب اللي احنا قلنا ايه ان صغره محسيتش بسعادة غيره في وجود اصحابها يبقى لما يبقى لنا اصحاب هم سبب سعادتنا الواجب علينا ان احنا لما يزعلوا مننا او نقول لهم كلمة دايقهم نحاول نعتذر او نحاول نمتص غضبهم بحيث ان هم يفضلوا اصحابنا وما نخسرهمش لانهم موجودين في حياتنا وجودهم ده بيسبب لنا السعادة حالة الغضب اول حاجة بيقولك عليها انك لازم تهدأ لما تتخانق مع صاحبك لازم تهدأ ده منه ده ازاي؟ عندك 3 تمارين ممكن تعملها انك لما تيجي تزعق تقوم ماسك نفسك كده وتقعد تقعد الحالة عشر او تاخد نفس عميق عارف النفس لو شاهيق كده تاخده ايه؟ عميق جامد وطوير او تمشي بعيد عن الانسان اللي بيزعقك خلاص او الانسان اللي زعالك مش شرط انه هو يكون زعقلك او انت راح تزعقله او هو زعل منك او انت زعلان منه المهم كان حيحصل مشكلة فانت عشان تتجنب الموضوع ده لازم تعمل حاجة من 3 دول ودول قواعد لحل اي مشكلة ما بينك وما بين صاحب تمام؟ وده بيحصل ايه بقى؟ بيخلينا نهدى والهدوء ده بيخلينا نتكلم باسلوب كويس ونسمع بعض ونحل المشكلة يبقى اول خطوة في انك تحل اي مشكلة فيها خناء مع زميلك او مع اخوتك اول حاجة اما تشوف اخوه بيزعالك او بدأ صوته يعلق او قالك كلمة دايقك فانت هتهدأ ما تزعقش معاه تبدأ تاخد نفسك وتتكلمه بطريقة هادية وتقول له خير طب انت زعلان مني ليه؟ طيب تبدأ تشد الكلام معاه ولما تكلم معاه بهدوء هو هيكلم معاه يقول لي لا ده انت غدرت في حقي طب انت خدت مني اللعبة ليه؟ وتبدأ وتتفعله مع بعض بهدوء والامور تمشي كويس ويبدأ ما يبقى ما فيش مشاكل وتتحل على طول يبقى الاستماع والاسلوب المهزف في الكلام سبب اساسي فيه حل المشكلة بس قبل ده كله لازم تبقى هادئ تعالوا نتكلم في موضوع تاني ومهم جدا جدا موضوع التاني هو اصحاب على الانترنت انت اكيد ليك اصحاب على الانترنت وتتكلم معاهم وتتواصل انت بتتدخل وتتعامل معاهم ازاي؟ يعني فيه قواعد علشان تقوم بتتكلمهم؟ طيب انا هقول لك على حاجة انت وانت بس هتكي التلفون هحكي لك عن قصة ويجي واحد زميلك من اللي هو بتكلم معاك الانترنت وبعت لك لعبة من الالعاب دي وقال لك دي اللعبة دي جميلة جدا وممتعة وانا بلعبها وانا واخواتي وجميلة فبدأ يعمل ايه؟ يخذب نظرك بالصور والالوان بتاعتها وان هي زي ممتعة وبدأ يتكلم معاك ويقنعك ان هي مفيدة هتعمل ايه وقتها؟ انت بسكي التلفون وزميلك ده عمال يقول لك ايه عن جمال اللعبة المفروض انت اول حاجة تعملها انك تروح تقول بالبابا ومام عشان هم اكتر ناس ابقوا عارفين اللعبة دي هتبقى مناصبة لك ولا لأ لان مش كل حاجة حد يقول لك عليها عن نت تبدأ تجري وراها وتجب تمام؟ تمام؟ مش كل الكلمة نسمحها من على الانترنت ناخدها ونعمل بيها علشان كده وجودك كالطفل على الانترنت بيحتاج لوجود كلمة مرور انت سمعت كلمة المرور دي قبل كده؟ اللي هي ايه؟ ان انا يبقى عندي باسورد او كلمة مرور على الاجهزة على الموبايل او علام او اي ان كان كلمات اللي اي جهاز متوصل بالانترنت وكلمة المرور دي زي القفل القفل اللي بتقفل بيه باب شاقتك ليه؟ هتلاقي بابا دايما كده بيقفل بالمفتاح باب الشاقة بالليه او لما تجوا خارجين بتقفلوا بالمفتاح دم ده غرض ايه؟ احنا بنقفل ليه بالقفل؟ علشان نمنع اي حد يدخل ياخد حاجاتنا يدخل ياخد شاقتنا الانترنت كده الانترنت عبارة عن شقق او اماكن كل شقة فيها معلومات مش فيها بقى عفش وفيها اجهزة لأ فيها معلومات وفيها بيانات تخصك انت حاطت فيها اسمك ورقم تلفونك وعنوانك وحاطت فيها صورك حاطت فيها شغلك الحاجات دي كلها تعتبر حاجة تخصك وممنوع ان اي حد ياخدها غير باذنك يعني لما تطلع البيانات دي او تطلع المعلومات دي لازم تكون عاطي اذن للايه للي عايزه او الاخر ان هو ياخدها يبقى لما نيجي نقعد على الانترنت لازم نتحنازم دايما نخلي بجنا ان بابا وماما يبقوا جنبنا علشان يفهمونا ويعرفونا ايه هي الاخطاء اللي ممكن نقع فيها اخر حاجة معنا وكده بننهي ان شاء الله الترم عالم الصداقة علم الصداقة ده بيقولك عايزين نصممه فعشان نصممه انا هفرجك علم مصر وهقولك العلم تصمم على اساس ايه وعلى هذا الاساس انت حاول تعمل علم ليك علم الصداقة او علم مصر عندي تلات الوان العلم الاحمر او اللون الاحمر بيدل على الدم الشهيد اللي كان خلاله الحروب اللي فاتت كلها عشان مصر تبقى مستقلة واللون الابيض ده على الاستقلال الحرية اللي حصلت عليه مصر واللون الاسودة على اللون الدليل على الحروب اللي خضتها وعصر الاستعمار اللي كانت مصر عايشة فيه فشفت انا ما نجي عملنا علم مصر حنلاقيه الالوان كل لون ليه رمز انت ممكن تعمل كمان رمز للصداقة بحسب الالوان زي ما تكلمنا او حسب الوجوه او وعلى حسب الادوات المصطية على حسب الحاجات اللي احنا خدناها كلها طول الترمي بتعبر عن المشاعر واللي خلت صورة هو تخرج من مشاعر الحزن والقلق والدي الى مشاعر الفرحة والسعادة يا رب اكفون قدرت اوصل لكم اكتشف استنادي بسيط جدا ما كانش فيه اي حاجة وبطريقة الالعاب التفاعلية دي كانت لذيذة وخلت المنهج بسيط لو اعجبكم الفيديو شيروا لايك والسلام عليكم والتغابرة